بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز في سورة النحل آية أربعة وأربعين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه إخواني لا شك ولا ريب بأن هذه الآية ترتبط برسول الرحمة بنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم هذه نقطة النقطة الثانية في هذه الآية توجد مفردة الذكر وأنزلنا إليك الذكر لعل من يتساءل من المشاهدين ما معنى الذكر وما المراد من الذكر في هذه الآية أقول لا شك بأن المراد من الذكر في هذه الآية القرآن الذي الآن فيما بأيدينا النقطة الثالثة الآية تقول أنزلنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس يبين للناس أي شيء ما نزل إليه يعني القرآن الكريم إذن المستفاد من هذه الآية الكريمة بأن النبي الأعظم والأكرم صلى الله وسلم عليه هو يبين للناس الآيات القرآنية يبين للناس ظواهر القرآن يبين للناس بواطن القرآن تبين للناس محكمات القرآن تبين للناس علوم القرآن أنت تبين للناس هذه أيضا نقطة مهمة أما النقطة الرابعة النبي حينما يكون حي وفي قيد الحياة هو الذي يبين للناس الآيات القرآنية السؤال دقيق بعد رحيله صلوات الله عليه من هو المبين إخواني إما أن نقول بعد رحيل النبي القرآن ليس له مبين يعني يلزم أن نودع القرآن الكريم وهذا غير صحيح وإما يلزم أن نقول هناك مجموعة 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 الذين يبينون للناس القرآن من هم هذه المجموعة هم أهل البيت هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هم الذين بعد رحيل النبي عليهم أن يبينوا للناس المعارف القرآنية هذا القرآن الذي الآن فيما بأيدينا بحر عميق إن صح التعبير كل آية من هذه الآيات بحاجة إلى مفسر بحاجة إلى مبين بحاجة إلى من يشرح هذه الآيات ويستخرج العلوم القرآنية من الكتاب العزيز ويبينه للناس فمن هنا ننتقل إلى مسألة الإمامة إلى هذه المسألة المهمة أعني تعيين الوصي تعيين الإمام من من الذي يبين للناس بعد النبي المعارف القرآنية الذي له التسلط الحقيقي التسلط الواقعي على جميع الآيات القرآنية وهو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه طبعاً للبحث صلة إن شاء الله نبين ذلك في الحلقات الآتية آتيا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة